السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة دي الخمسة في شهر ثلاثة يومي إخوان سنطرقوا لعدة أخبار سنرى يا إخوان رسميا الخدمات التي تقدم القنصلية المغربية اللي كينا في مدينة بولونيا ستولي عرب الموعد يا إخوان عن طريق الموقع سنرى كيفاش يا إخوان سنشرح لكم الأمور وإن شاء الله غدأ لنا عودة في هذا الموضوع باش نشوف واش الأمر يتعلق عرب بولونيا أو كذلك القنصلية الأخرى شوفوا هاد الفقر يا إخوان باش تفهمهم مزيان وغادمشوا نطرق يا إخوان الجريمة للأخبار ديالها وصلتكم يا إخوان ما بغيتش نطرق ليها البارح لأنه وضيجة تكلمنا على الأخت ناعمة الله يرحمها ولذلك إخوان غنطرقوا تفاصيل صادمة حول العائلة يا إخوان ديال الشاب اللي قتلباه في مدينة ميلانو علاقبوا يا إخوان الصجائر علاقبوا الفلس ديال القارو يا إخوان الله يرحم هاد السيدي إخوان وغامشوا نطرقوا كذلك إخوان المحكمة ديال الاستئناف الجنائية ديال مدينة فيناتسيا كتأكد يا إخوان حكم المؤبد على الزوجي إخوان ديال سميرة محمد وطبع يتحلي إخوان هنا هنا هي الناس اللي ما زال عندها شكوك حول هاد السيد رابطا بيتحلي إخوان الابتدائي والاستئنافي بجوجم يا إخوان كيعتوه المؤبد يعني السيجن مدى الحياة غنتكلموا كذلك إخوان فهد الفقرة على أخبار ذك الشي واقع في أوكراينا بطبيعة حالي إخوان فهد الفقرة غنجيب لكم أخبار اللي ما كتداولهاش صحفة الغربية نهائيا وغامشون شوفوا كذلك الرئيس ديالينسكي اللي كيقول بلأنه يجب الاعتراف لأنه لا يمكننا الاندمام إلى حلف الناتو لأنه بطبيعة حالي إخوان عاقب لأنه وراه الدول الغربية كانت كتوهمه بطبيعة حالي إخوان غن يشوفوا الجديد في الحرب وغنمشون تكلموا على الاحتجاجات اللي كانت أمام القنصليات في مدن إخوان إسبانيا لفتح الحدود البحرية بطبيعة حالي إخوان فهد الفقرة دائما غنتكلموا على القوانين من أجل الدخول إلى المغرب يعني من إيطاليا إلى المغرب والناس اللي كتسول واش الجريم باس ديال الشيفاء أهول الله والجريم باس ديال الجلباء وعدة مسائل غرشعوا عليها وغنتكلموا كذلك إخوان على عدة موادع أخرى في هذه الفقرات وكيفما العادة كنا نريد أن نشكركم جزيلة شكرا على الدعم لكم للقناة والناس اللي لا تشاركوا اشتركوا يا إخوان باش مقودوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان سنتكلموا على الخبر الذي يا إخوان كيجينا من مدينة ميلانو خبر لي هو يا صادم والذي بطبيعة حالي إخوان وقع يوم لأحد مع الربعة هذه العشية يعني يا إخوان هذا الخبر بزيف ديت الناس في الجالية يوصل لها الخبر ولكني إخوان سنعود لكم شي سفاصيل وآنا كنسجل حاليا مصدوم لأنه ذك شيء إخوان اللي تعرضت لهذه العائلة أراها كثير وكثير بزاف الصحفة الإيطالية كنت تتكلمي إخوان على الإبن الثاني ديالهم والذي بطبيعة يتحلي إخوان سنعود لكم القصة كاملة هذي الناس إخوان أولا كنبغيون ترحموا على السيد اللي توفى فالله يرحموا وكنبغيون عزي والسيدة يا إخوان الزوجة دياله الله يصبرها يا إخوان في الوافاة ديال الزوج ديالها الزوج يا إخوان مغربي اللي اسمي محمد عنده تسعده ستين سنة توفى يوم الأحد يا إخوان في فيا جامبلينو في مدينة ميلانو يعني في وسط النهار يا إخوان مع ذي كالربعات قريبا غيقتلوا يا إخوان واحد الشخص اللي هو الإبن دياله يعني كنت تكلموا على ابن كيقتل الأب دياله يا إخوان وسط مدينة ميلانو وبطبيعة حال كيف ما كيكتبوا يا إخوان جميع الصحافة قتلوا بواحد دم بارد لدرجة أنه يا إخوان من قتل باه تمشى عير شوية على مكان الحادث غيوقفوا البوليسي إخوان وبطريقة جد باردة غيقوا لهم آه قتلته ورافن حطيت الموس وبطبيعة الحال يا إخوان اللي كان هو أنه على حسب مشدد الكاميرا اللي كان هنا يا إخوان هاد الكاميرات اللي كتشوفوا معايا سيد المغربي يا إخوان اللي عنده 69 سنة كان واقف هو الصديق ديالو يا إخوان اللي تقريبا عنده نفس العمر وكي يتكلموا يا إخوان أمام هذا البار غيجي لإبن ديالو اللي كيف ما كيكتبوا جاميع الصحف عنده مرض نفسي يا إخوان أو عقلي يعني كي ياخد العلاج حاليا جاء عنده قلي بغيت الفلوس باش نشري القارو بطبيعة الحال يا إخوان الأبر فض وفي هذه الحالة غيجب الموس وغايد رباه يا إخوان تقريبا سساس الضربات هذو سساس الضربات الأخرى هي إخوان اللي كانت قاتلة الأخرى يا إخوان ضربوا للقلب وطب يتحالي إخوان ذلك السيد اللي عنده 69 سنة حاول يدافع على رأسه يا إخوان ولكن هو غادي كي يرجع لأوري إخوان تعكل وطاح وطب يتحالي إخوان اللي أمديان اللي ما رحموش الشيء يا إخوان اللي يحس في النفس هو أنه بزف دية الناس يا إخوان كانت تسجل في ذلك الشيء اللي واقع وأنا شخصيا يا إخوان وصلوني صور وفيديوهات فيديوهات يا إخوان ديال الأب والموس محطوط فوقه والدمائيات يا إخوان تمائي أنا كنت سأل علش الناس كتتصور هذي الفيديوهات وتانيا إلا كان شي واحد مريض في عقله وصورهم علش الناس كتبقى تشارك فيهم وكتبقى تشارك فيهم أنا بطبيعة يتحلي إخوان فتحت الفيديو ما بغيش نشوف هذي النوع ديال هذي الصور وديال هذي الفيديوهات يعني كان كيسحب لي فيديو عادي حتى كنتفاجئ إخوان بذيك الصور اللي هي صادمة يعني كي أطرفك نفسانيا ما كتبغيش شوف ديك الصور ولذلك أنا هذي الناس اللي كتدور هذي تصور هذي الفيديوهات كنقول لهم اتقوا الله شوية زيادة على هذي يا إخوان هذي هي القصة اللي وقعت يومي الأحد واللي بطبيعة حالي إخوان اللي ابن دبيح حالي نرى في السجن ديال مدينة ميلانو في انتظار إخوان أشنو غادي تدير معاه العدالة الإيطالية شيء التاني يا إخوان اللي كي يبقى فك بزاف وأنه السيد يا إخوان الزوجة ديال هذي السيد محمد الله يرحمه جاتي إخوان العين اللي ما كان اللي وقعت اللي وقعت الحادثة والناس يعني خبروها غا تكتجب لأنه الزوج ديالها يا إخوان توفو غادي تنهار تم بالبوكاء وبطبي يتحلي إخوان غادي يجيون الناس يوسيوها خصوصا الأصديقة ديال الزوج ديالها والناس يا إخوان اللي هما أقرب ديالها ولكن راي يعني يا إخوان حسرة وحسرة كبيرة هاد الناس يا إخوان اللي خصكم تعرفوا كيف ما كتكتب يا إخوان صحيفة الجورنو غادي تكون يا إخوان ضيجة عانات بزاف مع الإبن ديالها اللول هاد السيد اللي قتل الأب دياله يا إخوان راه سميته زكريا وعنده يا إخوان 34 35 سنة فيما يخص سنة 2000 وجوج إخوان غادي يعاني مع الإبن اللول ديالهم يا إخوان وهو الكبير اللي اسم يسو كامال كامال اللي بطبيع يتحلي إخوان غادي فجر راسه أمام واحد لوطين يا إخوان اللي كين في بغداد كان كيتواجد فيه الوازير ديال الخارجي الأمريكي هاد الشي غا يوقع في سنة 2000 وجوج يا إخوان ولذلك على حسب ما كتعود يا إخوان هاد الصحيفة لابن ديالهم وكيفما كي عود الأب ديال والله يا إخوان الأب دياله في سنة 2000 وجوج منعي طول البوليس باش يدروا معي إخوان التحقيق القاد يا إخوان القاد يا إخوان اللي دار معاه التحقيق غا يبقى يا إخوان متأثر بزاف بالكلام ديال هاد السيد اللي توفى لأنه كيفما يقول الكلام دياله كان جد مؤثر وتكلم يا إخوان بحط طريقة بسيطة وصادقة وقال لهم بلا أنه الإبن دياله كان يمشي معاه السوق إلى حدود النهاية ديال سنة 2000 ومن بعد يا إخوان سيقول يمشي بزاف للمسجد اللي كان في فيالي جانر طبعا يتحلي إخوان قال لهم يربي اللحية دياله ويقرأ القرآن بزاف ويقرأ عنده مشاكين مع العائلة ويضرب معنا بزاف من بعد سيختفي المدة ثلاثة الأشهر ومن سيقرأ موالو حول الاختفاء دياله يعني ثلاث شهر سيكتشف بلا أنور هدوز في المملكة العربية السعودية ولكن السنة من بعد سيكتشف بلا أنه الإبن دياله فرقع راسه في واحد السيارة أمام واحد لوطيل اللي كان فيه ديك السعي الوزير على هذه الدرية غيبان كذلك في التقارير على أبو عمر أبو عمر من أشهر القيسس اللي كان في التاريخ الاختطافات لدارهم التشيا وهذا القديرة معروف على المستوى العالمي هو مصري جاءت المخابرات الأمريكية خطفاته من ميلانو بمساعدة الشرطة الإيطالية ودت المصر دارت واحد محاكمة هنا في الطالية تمت إدانة شرطيين إيطاليين و23 من المخابرات الأمريكية وتم تعويض يا إخوان أبو عمر هو الزوجة دياله بمليار ونص بطبيعة تحلي إخوان هاتشي باش تعرفو وراء وحد الحاجة اللي كبيرة بزاف وتخيلوا معاي إخوان هاد العائلة عانات مع الإبن دياله في سنة 2000 2000 وجوج ومن بعد إخوان كيعاني ومع هاد الإبن التاني اللي رحموا الله يصبر الزوجة دياله فهذا فقر هاد نطرقوا الجديد ديال الرحلات البحرية واشنوا واقع بطبيعة الحال لمغربي إخوان ما زال ملتازم السياسة ديال الصمت سياسة ديال العار للجالية المغربية عيات متسنة بطبيعة الحال كانت عدة وقفات احتجاجية في دولة إسبانيا لنظمت الجالية المغربية أمام المقرات ديال القنصلية وكذلك في بعض الموضة الإسبانية تجمعوا يا إخوان باش يقولوا الحكومة المغربية تحملي المسؤولية ديالك وفتحي فتحي الحدود البحرية لأنه هذا الإغلاق لك تديري فيه دابايا أراه إغلاق جد مطول لكانت عندك تأثيرات نفسية واجتماعية على الجالية المغربية بطبيعة لإخوان هادرة كيف ما كنقول لكم دائما ماشي هو الواقع ديال الأمر لأنه إخوان على حسب ما كيبين كينا أشياء أخرى لما كتقاش في العالم المغربية إخوان ما زال غالق الحدود البحرية دياله مع العلم أنه إخوان داك الشي اللي وقع في الرباط في الملعب دي الكرة القدم تيران يخوان ريبوه كامل ضربوا ضربوا يخوان الرجال لنا مشاكل وبائية وش هاد الحكومة يا إخوان كتضحك على الناس أولى ما قادر نشي ياخدوا المسؤوليات ديالهم بطيب يتحل يا إخوان في المدن الآتية مدينة مرشلونة مادريد فالينسيا مورسيا خيرونا طاراكونا والجزيرة الخضراء يعني الخزيرات وكذلك إبيزا كلهم يا إخوان كانت في موقفات احتجاجية ضد هاد الإغلاق المطول ديال الحدود البحرية بطيب يتحل إخوان فهد الوقفات الاحتجاجية كيطالبوا كذلك بتخفيف الشروط يا إخوان البارح بزر ديت الناس في التعليق كانت كتقول يا وصفيان تكلم على الشروط ديال الدخول إلى المغرب الشروط يا إخوان ما تغيرش فيها ولو فاصلة باقي إخوان نفس الشروط تعجيزية يعني تحليلها من نوع بيتشير اللي هي جيد مكلفة اللي خاصك تديره وما تكون شفيتها المدة لها 48 ساعة وتخيلوا معي إخوان واحد العائلة فهي ثلاثة الناس ولا أربعة باش تدير التحاليل على الأقل غادي تدير 200 حتى 300 أورو 350 مع العلمي إخوان أنه كان أزمة اقتصادية ولذلك أنا ما فهمتش أشنو الموراد من هذه إخوان الشروط اللي هي تعجيزية زيادتين على هادك يطلبوا يا إخوان الجلبة يعني الجريم باس ديال الجلبة إلا ما عندك مش مشيش وعلى ذكر يا إخوان الجريم باس ديال الجلبة أرى واحد الأخ البارح في التعليق قال لي يا قولها النس كاملين بلأن الزوجة ديالي والبنت ديالي مشون المطار وحيتي عندهم الجريم باس ديال الشيفاء رجعوهم ما خلوهم يطلعوا في الطيارة نحن بطبيعة سابقا كان عدنا شوكوك حول هاد الأمر وفي الحلقات اللي مربعد قلنا بلأن هؤل الناس لعند الجريم باس ديال الشيفاء مغاي سمحوش لها تطلع في الطيارة ولكن عير الجريم باس ديال الجلبة ومع ذلك كين بعض الناس اللي حاولت أنها تجرب بطبيعة هاد اللي كيكتافي وعرب تحليل الناس اللي ما عندهم ش الجريم باس اللي جالب كيدخول بلا جريم باس بلا حجر صحي بلا تش حاجة وطبي يتحل حاليا من ناحية الوبائية كين سلالة وحدة سلالة اوميكرون من تعشرة في العالم كامل ما يحتش خطر آخر يخلي الدولة المغربية تشروط هاد شروط كاملة عن المواطنين ديالها راه لا يعقل ما شي من المعقول هاد الشركة تدير فيه الحكومة المغربية وخص رئيس الحكومة ياخذ المسؤولية دياله وكيف ما يقولوا يا اخوان هاد الناس اللي احتجت في اسبانيا اغلاق ابواب الوطن في وجه المواطنين المغاربة هو خط احمر لا يمكن ان يمر اخوان هاد الناس عندها الحق وكنت قرأتي اخوان عدة تعليق ديال الناس اللي كانت تنظمي اخوان وقافات احتجاجية امام القنصريات المغربية هنا في ايطاليا رطاب اخوان نتمنى وانه بلاما الناس تتكرف ستبشي اخوان توقف امام القنصريات يراعي وجه الله هاد الناس اللي فهذا الفقرة يا اخوان سنطرق الجديد اللي عندنا القنصريات المغربية بمدينة بولونيا وطبي هاد الفقرة سنطرق اليوم سنقول الاشياء المهمة واجز سنطرق اليوم باش نشرح تفاصيل اخرى ولكن اجمال القنصريات المدينة بولونيا كتعلن على انه ابتداء من 28 في شهر 3 ديال هات السنة يعني من هنا يا اخوان 13 يوم ما غاديش يبقى ممكن انك تشين القنصريات الى ما كانش عندك موعد يعني خاصي يكون عندك الابتداء عن طريق الموقع عن طريق التطبيق وإلى ما اخديتش الموعد ما غايخلي يدخل اصلا لذلك كل الشيء اللي هما يتابع القنصري ديال مدينة بولونيا ارى خاصي بشيو اخوان بالموعد الابتداء من 28 في شهر ثلاثة ارطابي تحلي اخوان هاتش كان اعلن عليه ديج اخوان الوزير بوريتا في البرلمان تقريبا هذي شهر ونص من نتكلم عن الخدمات القنصريات وقال بل أن في 20 قنصرية سنبدأ الخدمة بالمواعيد ارطابي اخوان هاتش من أجل تحسين الخدمة من أجل اخوان تحسين الاستقبال الجارية المغربية في القنصريات اللي هي في عدة دول اخوان الطبي الحال القنصري ديال بولونيا اخوان اراها من بين القنصريات اللي غير بدأوا فيها ولكن والجامع القنصريات غير شبهات السيستم ديال المواعيد اللي حال نخدم بولونيا غدا ان شاء الله يلا تبين بلا أنه غدا ندير الاتصالات ديالي اللي تبين بلا أنه كان المدن اخرى يعني ميلانو ولا تورينو ولا روما ولا مدن اخرى غدا نقولها لكم روما يا اخوان را كانت ديجا على الناس بلا أنه المقر القنصرية لا تغير وبلا أنه جميع افراد الجالية الراغبين في الاستفادة من الخدمات انهم يستعملوا التطبيق الالكتروني لكي ياخدوا موعد لهذا الغرض ولذلك هم كانوا ديجا في حد البلاغ عنعوا لأنه ممكن تمشي القنصرية إلى اخذة موعد في هذا الموقع وطبع حالي اخوان حاجة اخرى مهمة هو أنه الناس اللي سيتم الاستثناء ديالهم يا اخوان من هذا النظام ديال اخذ المواعد يعني قدروا يبشيوا بلا من ياخذ المواعد هما الناس اللي سيبغي بطاقة وطنية الباسبور وطائق عدلية وطلبات المتعلقة بترحيل الجثامين هذي الناس لا يأخذوا المواعد يبشيوا دير كثير اخوان ولكن هذو هما الناس اللي سيدخلوا مي اخوان الى مشاب المواعد باقية الناس الى بغاية يتقليش ارادت يعني تدفعت جديد الباسبور ولدي الباسبور جديد لولدك ولشيء من هذ القبيل غدي يكون لابد منك انه تاخذ واحد البونتامينتو هنا بطابعة لإخوان نجوش دير الروابط الرابط الاول هو اللي كيهمنا ثاني يا اخوان ما فيش حاجة اللي هي مهمة بزاف نقدر نقول بلان في يعني دليل على كيف تسعمل الموقع ولكن دليل يخوان اللي هو باللغة الفرنسية يعني بالنسبة لنحنا هنا في إيطاليا ما يفيد نا بالتشي حاجة إلا لابغينا نترجموه بطابعة لإخوان الشيء الثاني هو الرابط اللي تاخذ منه الموعيد ممكن انكم تنقلوه هاكي اخوان كيف ما هو او ممكن تكتبو rdv consula maroc في google وغات كليك على الرابط الاول يعني كيف مدرس انا هنا اخوان rdv consula maroc وبطابعة لإخوان ستنزلوا تكليك على الرابط الاول ومن بعد ستلقوا الاخوان اللي تحس في الاسفل الرابط الحقيقي ستكليك عليه وهنا إخوان إذا كنتم مسجلين ستدير الاميل والباسورد ودخل الغالب يدية للناس إخوان لمسجل لذلك ستدير create one account وبطابعة لإخوان ستختار لأنه ركن مغربي اللي عايش في الخارج هي الاختيار الاول ولذلك ستكليك إلى بلد ايطالي ستدير ومسجل ومسجل لذلك بطابعة الحال ستدير القنصولية مثلا بولونيا وهذا كيف كانت الخدمة بالسيستم رون ديفو في القنصولية التي تابعين لهم كيف لا كنصح جميع الناس أنهم يتقييدوا يخليوا ليميلي يقيدوا في وريقة هي والباسورد يخشي في البسطان ولا شي ما كان اللي متوضرش فيه ويبقوا حاطنا الوقات اللي ستدير القنصولية تاخد الموعد ديالك سيقول لك فأصلا وهذا هو السيستم بش زوني إخوان منك تقيد ونزيد ونكمله تدير الكنية النمر الباسبور تليفون ديالك الإيميل ديالك للباسورد جوش المرات هنا وغدير بلا أنه انت يارك ماشي روبوت وطيب يتحلي إخوان هذي مسائل الأمنية باش ميتمشي إخوان استغلال الموقع من بعض الروبوات أو من بعض البروغرام اللي هي آلية باش يبقوا إخوان كيستريس في الموقع ديال القنصلية ولذلك غدير هذ العالم هنا وغدير إسكريبيتي مني غديت إسكريبيتي غاي سيفطلك واحد الميساج في الإيميل ديالك اللي كتبتي هنا غد في تزدوك خمسة نوا مرون الس ست وغادي تحط نومي إخوان في واحد الصفحة وغادي تدير أوكي إلا قللك النمر رها غالط تأكد بلا أنه ما كينحتش إسباس من بعض الأرقام لدي ما كينحتش فارغ وربما يكون واحد الفارغ اللي انت بك يبنش لك حاول تكسب عير الأرقام يعني ما تدير سباس من بعض الأرقام وهكذا سيكون رقم صحيح ستكليك وستسجل من بعض اللوقات اللي ستأخذ الموقع سهل للغاية عير هو من ستأخذ أبونطاماتو غايقول لك كتكليك على الشخص اللي بغيت تاخذ لأبونطاماتو غادي تكون نتايا ولكن غايت طلب منك عدة أشياء خستك تكسب اسمية ديالك باللغة العربية والكنية ديالك باللغة العربية اسمية ديال الأب ديالك بالفرنسي والعربية اسمية كاملة يعني اسمية وكنية ديال الأم ديالك بالفرنسي وبالعربية وكذلك العنوان ديالك باللغة الايطالية والعنوان باللغة يا اخوة العربية وعدة اشياء يعني تسجيل يا اخوان غادي طلب منكم عدة وقت يعني ربما عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة من بعد مني غادي تسجل خصك بطبيعة حالي اخوان غادي تختار الخدمات اللي انت غادي عقبلهم. اليك انتي باسبور غادي تدير الباسبور يا اخوان وهاتشي غنشوفه غدا ان شاء الله حيث ماشي سهل كيف ما كنعود لكم. ومن بعدك يقول لك الواتائق اللي خصك تجيب معاك. يعني من الدار ديالك غا تقولي عارف اشنا هم الواتائق اللي خصك تجيب. بلا ما تقع يعني تصوروا تعيط في تليفون الجروبات ديال الفيسبوك. وغايقول لك التمن اللي غادي تدفع. لذلك غادي تسعرش حال متصورة تدي. وش حال ديال فلوس تدي. وعدة مسائل. والباقي اخوان غادي نشوفها غدا في واحد الفيديو اللي غادي نشوف فيه المسائل وهد المراحل الكاملة اللي قلنا عليها. بطيبين اتحالي اخوان كيف ما كنتشوفوا معايا هذا هو الجديد اللي كين. والحدود الساعة نتكلم على الشيء الرسمي يا اخوان في القنصورية ديال مدينة بولونيا. القنصوريات ان شاء الله لاخرى غدا نجيب لكم بالتحديد يا اخوان شكونها هم القنصوريات. لانه اصلا بقعدنا وقتي اخوان الى غاية ثمانية وعشرين يعني من هنا لذاك الوقت. غادي نعرف غايت طبق في جميع القنصوريات. عير هي يا مسألة وقت. غاي بدو بولونيا هديرها رسميا. وغا نشوفوا القنصوريات الاخرى واش غاي بدو بيهم سريعا ولا غادي كوني اخوان من هنا يا الاشهر القادمة ولا السنة القادمة. في واحد الخبر سريع يا اخوان غادي نطرقوا لدك شيني وقع اليومة في المحكمة ديال الاستئناف ديال مدينة فيناتسيا. وطاب يتحلي اخوان المحكمة ديال الاستئناف كانت خاصة قرر يا اخوان في الطعن اللي داروا اخوان الدفاع ديال محمد باربري. اللي هو يا اخوان الزوج ديال ساميره السيد اللي اختفت يا اخوان واللي domestى قولها اتر. واللي كانت حكمت عليه يا اخوان المحكمة ديال جنايات ديال مدينة ارفيغو بالسجن المؤبد. المحكمة ديال الاستئناف ديال المدينة فيناتسيا يا اخوان كان خاصة تقرر واش تحيد لي المؤبد وتعطيه حكم جديد او انها يا اخوان تأكد المؤبد. ولكن يا كوان لدارة المحكمة اليوم كتأكد يا إخوان بلا أنه محمد باربر يا إخوان خصوه يبقى في السجن مدى الحياة يعني طول عمره يا إخوان وهكا يا إخوان كي أكدوا الحكم دي المؤبد وكيقولوا بلا أنه هو لقصة الزوجة دياله وأخفى الجدتة ديالها بطبيط حلي إخوان الحدود السعارة كيف ما قلنا يا هو قدموا واحد رسالة مكتوبة يدويا القاضي ديال القاضي يا إخوان ديال المحكمة باش يقول بلا أنه دائما راه هو بريء وبلا أنه مدر تشي حاجة وطبيط حلي إخوان القاضاء الإيطالي ما كي تيقش فيه كان عدة أدلة يا إخوان اللي هي كتقول بلا أنه هاد السيد كيبقى المتهم الرئيسي وبواحد نسبة كبيرة هو يا إخوان القاتل نقدر نقوله نسبة 99.99% لأنه يا إخوان الأدلة اللي كينا لمن ناحية إخوان الجي بيس ديال تليفون دياله اللي في الليلة ديال الاختفاء يا إخوان كان جبلواد لكذلك الشهادة يا إخوان ديال الناس اللي كتقول بلا أنه ساميرا دات بنيةها فدك صباح يا إخوان ديال صباح 21 يا إخوان أكتوبر ديال 2019 دات يا إخوان لازيلوا نيدو ورجعت في البيكارا ديالها طلعت عدو واحد السيدة أعطات يا إخوان اللي هي جارتها عطاتها شي حويش جات البنية ديالها ودخلت المنزل ديالها ومن ثم يا إخوان ما غاد تلقى تشددتشي كاميرا ما غاد تلقى تشددتشي حاجة وفي نفس الليلة الزوج دياله غايقوا بجلب الواد ولذلك يا إخوان وخما عمارهم القوي يا إخوان المسرح الجريمة والجتة أو سلاح الجريمة جميع الأدي اللي إخوان كتدي إلى هذا المجريم طبيعا الحاجة اللي هي مهمة هو أنه الأماكن يا إخوان اللي من بعد غادي تفتش فيها الشرطة الشرطة يا إخوان في تشيتها باش تلقى شي داليل واللي كانت يا إخوان أماكن جنب الطريق من بعد الواحيدي إخوان هو يا هات السيد غايقوا يا إخوان أولا صباط ديالها ومن بعد البرتكلي يا إخوان اللي ما فيش سوار ديال ساميرا يعني هذوك الأماكن وبالضبط يا إخوان المنطقة للقوفة البرتكلي بوليس اللي هو يملك رابينياري قالهم أنا هذيك المنطقة قالهم يعني قلبتهم زيان ودس مننا قبل من نعر دقائق قليلة ولساعات قليلة ومن بعد كي جي هوك يلقفها ببورتكلي يعني يا إخوان أشياء اللي كان كيديرها باش يبعد عليه يا إخوان أصابع الاتهام ولكن من بعدي إخوان هذيك الرحلة اللي غايدير المدينة برشلونة في إسبانيا وخا هو كان كي يقولهم أنا كان عندي البيضية لاليروتور وكنت بكين بشي نقلب على الزوجة ديالي سمايا بطب يتحلي إخوان ما تقوش فيه لأنه قبل كان كي يكذب يا إخوان وقال بلا أنه ساميرا ربما كان كنت تتكلم عن وحد سيد مغربي وطلع هذيك يا إخوان مشي بالصح قال ليهم ربما تقدر تكون بشت عائلة ديالة في ألمانيا وطلع هذيك مشي بالصح من بعدي إخوان كي يبشي البرشلونة وبالنسبة للقادة الإيطالية إخوان هذيك كانت محاولة باش أنه يا إخوان يمشي الإسبانيا ويحرق من إسبانيا إلى المغرب عن طريق إخوان الفواخر السرية طيب يتحلي إخوان هذي شي كامل كي يخلي المحكمة ديال الجنايات ديال مدينة فيناتسيا ديال الاستئناف كتأكد الحكم يا إخوان على محمد بربري اللي عنده حالين يا إخوان هو 41 سنة الحاجة آخيرة هو أنه المحاميين دياله حاليا عندهم يا إخوان جوجل اختيارات يأنهم يمشيوا لأعلى يا إخوان درجة في القادة الإيطالي المحكمة العليا ويقدموا يا إخوان وحد الطعن تم مايا يستأنفوا وهذا شي غيكون مكلف للغاية والثاني أنهم يا إخوان يقتانعوا بلأنهم ما كيش واحد الاستئناف ويحبسوا هنايا وغيتم تأكيد يا إخوان لحكم ذيال المؤبد فهذا الفقر يا إخوان غنشوفوا أهم الأحداث اللي وقعت في الحرب الروسية على أوكراينا وأول حاجة غنبدأ بها يا إخوان هو ذك الشي اللي وقع يا إخوان في الدونيكس وحد الجيه يا إخوان اللي هي شرقية ذيال أوكراينا اللي فيها يا إخوان هو وحدة من ذلك الجمهوريات اللي هي ديال الفصاليين اليوم يا إخوان هجمت عليها أوكراينا يعني الجيش الأوكراني قصفها يا إخوان البحث الصاروخ ذك الصاروخ يا إخوان قتل حوالي 20 شخص من بينهم نساء أطفال ورجل طبعا يتحل يا إخوان الشي اللي هو يخيبو هاتش لاش بديت بهذا الخبر هو أنه في الغرب ما كيتكلموش على هاتش نهائيا علاش لانه الجيش الاوكراني هو لداره ففرنسي اخوان تكلموا عليه لانه من بين الناس اللي شاهدوا على ديك الواقعة واللي كانوا حاضرين واللي في الموكل شي هي وحت صحفية فرنسية المهم ما علينا هنا في ايطاليا اخوان احتفت صفحي اخوان دي الكوريا لدراسيرا ما كيتكلموش على ذاك شي نهائيا ولذلك كيف ما كيقول لكم دائما الرأي والرأي الاخر كانت يا اخوان مجزرة لانه الصاروخ انا شفت الفيديو طاحي اخوان طاحي اخوان على غفلة وسط المدينة وبنهار قتل بزردية الناس وهذاك الصور يا اخوان اللي بانت راها فاضيعة بطاب يتحل اخوان احت الصحفية الفرنسية صورات واحد الفيديو يا اخوان يعني الجوزة يا اخوان ديالت الناس مرمية في الارض بحال ذاك شي اخوان اللي كيوقع في اوكراينا بحال بحال يعني شي مؤسف للغاية عير هو يا اخوان بالنسبة للغربيين الاوكرانيين اللي هما يانفصاليين ما خصناش نتكلموا عنيهم ولكن تكلموا على الاوكرانيين اللي هما يكي هاجموا من اخوان بوتين بطاب يتحل الاشياء الاخرى اللي بانت اليوم يا اخوان واخيرا نقدر نقوله بلا انه الرئيس زيلانسكي قال بلا انه هدي حقيقة خصنا نعترف بها احنا ما يمكنش لنا اننا ندخله في حلف الناتو وعرف بلا انه بلاده ما يمكنش انها تدخل في حلف الناتو يا اخوان لانه هدي تبقى واحد الحرب دائما في البلاد ديالو زيادة على هذا قال لي محنا في الاول كنا نسمعوا بلا انه الابواب ديال حلف الناطم مفتوحة لنا ولكن مؤخرا بدينا نسمعوا بلا انه ما يمكنش لنا اننا ندخله من ديك الباب وخصنا نعترف بهذا الحقيقة زيادة على هذا اليوم يا اخوان كانت واحد زيارة رمزية من الرئيس ديال بولونيا ريبوبليكا تشيكا وزلوفانيا يا اخوان بتلاتة بشول مدينة كييف لها اخوان حاليا قريبة انها تتحاصر بطبيق حالي اخوان مستشار ديال زيليسكي الرئيس الاوكراني قال بلا انه الحرب غاد تنتاهي ربما في شهر 5 في البداية ديال شهر 5 ربما غاد نوصلوا لوحد الاتفاق ونقدروا انه وصلوا الاتفاق من هنا السيمانة ولا جرش السيمانات وبطبيق حالي لما وصلناش الاتفاق في هذه الايام والاسابيع القليلة القادمة ربما غاد نوصلوا لوحد الاتفاق في شهر 5 لانه الروسيين ما غادش يبقى عندهم القوة باش يكملوا في هاد الحرب لانه غايكونوا سلاوه الجاميع الاسلحة اللي عندهم وطبع يتحال غاد يضطروا انهم يدروا واحد الاتفاق معانا طبع يتحال اخوان خارجات اعلامية من هاد القابيل ما يمكن لها عير تهججي اخوان الروسيين طبع يتحال كين كذلك اخوان تساؤلات الخباراء الغربيين من قاسمين نص يقول بلا انه الروسيين كانوا بغن يدخلوا اخوان اوكراينا يدروا واحد الهجوم سريع وياخدوا اوكراينا في ايام قليلة ويستولوا على العاصمة ديالها وطبع يتحال اخوان نصف تاني تقول العكس تقول بلا انه الطاكسيك اللي دخل به روسيا اخوان هو هادك الشي اللي كيسبيين حاليا هو انه بغد دخل وبغد ديري اخوان واحد الهجوم عن طريق انها توصل لمدينة تحاصرها وطبع يتحال اخوان غد يترغم على انها تزراية البيضاء وطبع يتحال هادك الشي اللي واقع حاليا اخوان كيف دبرها قرابي اخوان يجيبوا عليها الدورة ومدينة خيرسوني اخوان كيقولوا بلا انه اخدوا الجهادية لها كاملة من بعدما انه في البداية ذي الحرب سيطروا يا اخوان على المدينة في حين اخوان خاركيف راه ما زال قصف عليها ومدينة ماريوبولي اخوان تقريبا اخدوا النصف فيها من بعدما انه حاصرها كاملة يا اخوان اخدوا النصف فيها والحمد لله والشكر لله اخوان المواطن اللبناني اللي هوي عنده جنسية اوكرانية اللي كنت كنت تكلم ليكم سابقا عليه اليوم في الصباح يا إخوان ولي ذاته قدروا يخرجوا من ذاك المدينة طيب يتحالي إخوان راي يعني كيعود لي ومنهار نفسيا هوي واحتى الزوجة دياله اللي كانت كتتكلم عليه في التليفون كانت منهاره وكتتكلمي إخوان وكتبكي وكتقول لي بل أنه ولا خرجنا من المدينة والأخ دياله كيقول لي سول علي ولدكم وربما كتبكي علي الولد لأنه قرب يا إخوان يكمل 18 سنة وإلى كمل 18 سنة ما يسمحوش لي أنه يخرجي إخوان من ذاك الدولة لأنه خصو يدخل يا إخوان في الجيش طيب يتحالي اليوم الحمد لله خرجوا من ذاك المدينة ديال ماريو بول على بعد 19 كم على المدينة في منطقة لمفاش الحرب ولكن خصوهم لا بدى السيارة يا إخوان باش يقدروا إخوان يغادروا المنطقة كاملة وعلى الأقل يقدروا يخرجوا يا إخوان جهة أوروبا فيما يخصي إخوان الناس اللي هي يا لاجئة اللي كتخرج من أوروبا راهم تقريبا يا إخوان وصلوا إلى 3 مليون ديال اللاجئين إيطاليا وصلوا لها 40 ألف لاجئة إخوان وطبع يتحل وزير ديال الصحة يقول بله أنه الأرقام غادي ترتافع بوحد طريقة كبيرة في إيطاليا وعلى حسابي إخوان بعض الأرقام اللي كتدور في الصحافة وربما وصلوا 400 ألف لاجئ أوكراني في إيطاليا في هذه الأيام القليلة القادمة يعني يا إخوان اللاجئين الأوكرانيين مرحبا وآلف مرحبا بيهم في حين أنهم مني كيكونوا يا إخوان أفارقة ولا عرب يعني كنوصلوا 40 ألف 50 ألف صار فيني كيو اللي غويت عوك عوك عفض الله عتقونا من المهاجرين السريين ولكن ده يا إخوان انت شي واحد ما كيتكلم أنا بطبيعة حلي إخوان باش الميصاج ديالي مايتفهمش غلط ما كنقولش أنه دك الشي اللي كي ديره مع اللاجئين الأوكرانيين غلط صحيح لأنه هو واحد اللي كي هرب من الحرب ما يمكنش لك أنك تسد الباب أمامه ولكن اللي كنقول كيف ما كيف يفتحوا البيبال اللاجئين الأوكرانيين خاصهم يكون عندهم نفس التعامل مع اللاجئين العرب والأفارقة والأسيويين يعني هات الشريكي نقول أنا الباب خاصه يتفتح أمام جميع الناس اللي محتاجه والرزقه على الله الرزق بيد الله يعني وخي دخول 50 ألف 500 ألف مليون خمسات المليون الرزق على الله هذك الشي اللي كتب لك لله يدور 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 ويجيتل عندك بطبيعة حالي إخوان حاجة آخرى اللي غدين تطرقوا لها هو أنه بطبيعة حالي إخوان صحف أمريكية كانت قالت بلا أنه روسيا طلبت مساعدات مالية وكذلك إخوان دي الأسلحة من الصين والصين كتكذب هاد الأخبار وآخر خبري إخوان غدتطرقوا ليه هي الصحفية اللي تشهرات بزاف الصورة واللي كانت إخوان بينت واحد الصورة كتقول لا للحرب في الأخبار الرسمية دي الروسيا كانت شدت يا إخوان وكانت أخبار اليوم في الصباح لأنه اختفت ديكسيدة ولكن اليوم يا إخوان أراها تم الإطلاق الصراح ديالها من بعد ما أنه وتصورت مع المحامي ديالها يا إخوان والمحكامة حكمت عليها ب257 أورو كغارة مالية ورطا بيتحلي إخوان هات الشي اللي دارة روسيا كانوا كيقولوا بلا أنه غدي تشد في الحبس وبلا أنه غدي تغبروا بلا أنه غدوا السنوات وراء القطبان ولكن إخوان حاليا عطوا غارة مالية وقال لها خرجي سنرى واش غاز يتبقى خدامي في ذاك الإداعة ما كنظنش ولكن الحدود الساعة إخوان عند عرغة رامة مالية فقط